جمعنا القلوب رسمنا الدروب على نهج دين قويم متين بأحكام ربي وهدي الحبيب جمعنا على إثرها في يقين جمعنا على إثرها في يقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد ونحن نتحدث عن هذه العبادة العظيمة والطاعة القليلة وهي جمع القلوب أتحدث في أمر في هذا المجلس من أعظم الأمور التي لا بد من التنبه لها ولا بد من أن يحرص الإنسان على تحقيقها وهي الحرص على التوافق وعدم الإختلاف أن يكون الإنسان حريصا على التوافق وعدم الإختلاف وهذا من المعلوم أنه في الأمور التي يسوق فيها الإختلاف أما من اختار خلاف الناس في أمور لا يجوز فليس الحديث عنه في هذا المقام إذن فيكون الإنسان حريصا على التوافق وعدم الإختلاف مثلا تجد شخصا من الأسخاص يكون حريصا على مخالفة الآخرين وعلى إثارة النزاع وعلى إثارة الخلاف في أمور لا ينبغي له أن يفعل ذلك فيها فهذا هو المقصود ومن ذلك ما يحقق هذا الأمر ما جاء في النصوص الشرعية من الأمر بلين الجانب والتطاوع أن يكون الإنسان لين الجانب غير فضل ولا غليظ ولا يتعامل بالشدة ولا العنف مع زملائه مع أصدقائه مع أقاربه مع قيرانه مع أرحامه مع الآخرين والله سبحانه وتعالى قد مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وهو أنه لين والجانب حسن التعامل مع الآخرين فقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين فيكون الإنسان حريصا على تحقيق هذا الأمر وكذلك جاء في المتفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه مع معاذ بن جبر رضي الله عنه إلى اليمن أوصاه ما بتلك الوصيه العظيمة فقال بشراء ولا تنفراء ويسراء ولا تعسراء وتطاوعاء ولا تختلفاء وتطاوعاء ولا تختلفاء فيكون عند الإنسان حرص على التطاوع وعلى عدم الاختلاف وعلى الاتفاق إذن هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن نحرص عليه فيما يتعلق بهذا الذي نتحدث عنه وهو الحرص على التوافق وعدم الاختلاف كذلك أن يكون الإنسان حريصا على البعد عن التنازع وعن البعد عن إثارة الخلافة يكون الإنسان حريصا على ذلك والله تعالى قد قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وحين نتأمل في الأحاديث النبوي نجد أنها أرشدت إلى ذلك بشكل واضح وصريح من ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما سمع رجلا يكرأ آية قال وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بخلافها قال فأخذته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال فرأيت الكراهية في وجهها بسبب هذا الاختلاف في أمر سائق يعني أن هذه قراءة تجوز هذه الكراءة التي قرأ بها هذا الشخص قال فعرفت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن كلاكما محسن فلا تختلفوا فإن الذين قبلكم اختلفوا فهلكوا إذن فهذا الاختلاف يؤدي إلى الشر ويؤدي إلى الهلكة لأنه يرث الضغاء ويرث الأحقاد ويرث التشاحن مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عن ذلك وكانوا أبعد أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني هم أعظم الناس اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم هذه الأمة اقتداء به ويعني قد بيّنوا لنا بالأمثلة العملية كيف صنعوا ذلك حتى هذا بن مسعود رضي الله عن هذا الصحابي الجليل حصل أنه صلى خلف عثمان رضي الله عنه وأتم عثمان وهو كان يرى القصر يعني في السفر فأتم عثمان فأتم معه فلما سهل عن ذلك كيف أتممت معه أن ترى القصر فقال نعم إني لأكره الخلاف أو قال الخلاف شر فكانوا حريصين رضي الله عنهم على تحقيق هذا الأمر وتأدبوا بهذه الآداب والتزموا بهذه الوصايا والنصايح التي كان يوجه بها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من حرص الإسلام على الاتفاق وعدم الاختلاف أننا نجد أنه شرع الأمير في السفر حينما يحصل الاجتماع في هذا السفر فإن الإسلام شرع وجود هذا الأمير لأنه يقل معه الخلاف ويقل معه النزاع وقد أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم إذن هذا يدلنا على حرص الإسلام على جمع الكلمة وعلى عدم التنازع والاختلاف كذلك نجد أن الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اجتماع الصحابة حتى بالأبدان وتقاربهم بالأبدان حينما ينزلون منزلا في سفرهم لما كانوا يخرجون في هذا السفر كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند حسن من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال لما كنا نخرج في السفر وننزل منزلا نتفرق في الشعاب والأودية فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما هو من الشيطان وبعد ذلك كانوا إذا نزلوا منزلا يعني الإنسان لا يبتعد إلا إذا كان هناك حاجة لذلك وإلا فإنهم يكونون قريبين من بعض قال كان ينضم بعضنا إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم فالإسلام حديث على تقارب الناس وعلى اجتماع الناس وهذا من باب أولى أنه ينبذ يعني تشاحن القلوب وتبعد القلوب لأنه لا معنى أن تجتمع وتتقارب الأبدان مع تباغض القلوب ومع أن النفوس تحمل في كلبها الحقد والكراهية لبعضها بعضا وإنما هذا طريق إلى ذلك كما سبق بيان هذا الأمر كذلك من حرص الإسلام على الاجتماع وعلى التوافق وعدم الاختلاف أنه حرص على الاجتماع لتلاوة كتاب الله في بيوت الله كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي غريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إذن فالإسلام حرص على هذا الأمر حتى أنه جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقان يعني متفرقين فقال ما لي أراكم عزين يعني فرق متفرقين وأرادهم أن يجتمعوا على مجلس واحد فالإسلام كان حريصا على التوافق وعلى عدم الاختلاف والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا الأمر حتى أننا نجد لما نتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته نجد أنه قام بكثير من الأمور التي أو ترك بعض الأمور من أجل تأليف الكلوم فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك بناء البيت على قواعد إبراهيم من أجل تأليف الكلوم والنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين من أجل تأليف الكلوم والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الجماعة من أجل تأليف القلوب ومن أجل الإصلاح لما خرج من أجل الإصلاح بين أهل الكبا فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا الأمر وكذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا حريصين على هذا الأمر وقد ذكرنا ما حصل من ابن مسعود رضي الله عنه فيما يتعلق بصلاة القصر في السفر فذلك نجد الأئمة نجد العلماء نجد أنهم كانوا حريصين على هذا الأمر حتى لما نأتي نقرأ لشيخ الإسلام من تيمية عليه رحمة الله تعالى نجد أنه ذكر كثير من الأمثلة فيما يتعلق بالاكتهاد السائغ بالاكتهاد الجائز أن الإنسان ربما كان الأفضل والمستحسن في حقه أن يترك اكتهاده إذا كان في ذلك طريقا لتحقيق تأليف القلوب والبعد عن النزاع وعن الخلاف فذكر فيما يتعلق بالبسملة وقال إذا كان الإنسان في قوم مذهبهم الجهر فإنه يستحسن له أن يجهر من أجل تأليف القلوب ومثل ذلك العكس إذا كان مذهبهم الإسرار فإنه يسير حتى لو كان مذهبه الجهر من أجل تأليف القلوب وكذلك ذكر ما يتعلق بصلاة الوتر من ناحية الفصل أو الوصل فإنه يراعي اختيار المأمومين وكذلك غيره من العلماء ذكروا أمثلة على ذلك نجد أن من ذكر من العلماء المحققين إذا كان بين أناس مذهبهم الكنوت أو اعتم بإمام يرى الكنوت فإنه يتابعه حتى لو لم يكن يرى ذلك من أجل جمع الكلمة والبعد عن النزاع وكذلك مثلا إذا صلى خلف إمام يصلي التراوح عشرين رقعة فإنه يواصل معه ولا يخرج أثناء الصلاة كل ذلك من أجل تأليف القلوب بل إن الفقهاء ذكروا إن الإنسان يترك الذهاب إلى المسجد الأبعد إذا كان يريد كترة الخطى من أجل الذهاب إلى هذا المسجد الأبعد فإنه يترك الذهاب إذا كان في هذا الشيء نوع من الإيحاش ونوع من زرع شيء في قلب يعني الكائم على هذا المسجد أو إمام هذا المسجد كل ذلك من أجل تأليف القلوب فنجد أن العلماء أيضا كانوا حريصين ومحققين لهذا الأمر وأن أئمة الإسلام كانوا على هذه الطريقة ولذلك ذكروا أن الإنسان يحرص على الخروج من الخلاف ما أمكن الإمام النوي عليه رحمة الله تعالى يقول والعلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف على الحث على الخروج من الخلاف يعني أنهم قد اتفقوا على ذلك ما لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر ولذلك لما نأتي للمذاهب الإسلامية نجد أن كثيرا من المذاهب لها اختيارات في كثير من المسائل لكنها ترى فعل الشيء الآخر أنه من باب أولى ولو لم يكن المذهب عليه مثلا يرون هذا الشيء عندهم غير معتمد لكن مع ذلك مثلا نجد عند الحنفية نجد عند الحنفية أنهم لا يرون الوضوء من مس الذكر أو من مس المرأة لكنهم يقولون يستحب ذلك من أجل ماذا خروجا من خلاف من أوجبه ونجد أن المالكي لا يرون قراءة البسمة له في الصلاة لا سرا ولا جهرا لكنهم يقولون الورع الإتيام بها في الفرض خروجا من خلاف أو مراعاه لخلاف من أوجب ذلك ولا يرون مثلا التسليم الثاني في الصلاة لكنهم يقولون يأتي بها لأن هناك من ألزم بذلك وكذلك بالنسبة للشافعية نرى أن لهم اختيارات مثلا لا يرون الوضوء من أكل لحم العبل ويقولون هذا لا ينقض الوضوء لكن يقولون الأفضل أن يتوضى خروجا من خلاف من أوجب ذلك وكذلك لا يرون الترتيب بين الفوائد لكن مع ذلك يقول الأفضل أن يفعل ذلك خروجا من خلاف من دعا أو من أوجب ذلك وكذلك في مسائل كثيرة لما نأتي نتأمل مثلا يرون أنه لا مانع أن يصلي الإنسان خلف الصف وحده لكنهم يقولون الأولى أن لا يفعل ذلك أن هناك من منع فهم يراعون الخلاف وكذلك بالنسبة للحنابلة نجد أنهم في مسائل كثيرة يعني ذكروا كيف أن الإنسان يراعي الخلاف مثلا يرون أنه لا مانع من أن الجمعة تصلى قبل الزوال لكن يقولون الأولى أن لا يفعل ذلك خروجا من خلاف من منع من ذلك ما يتعلق بزكاة الفطر يعني وقت أداء الفطر عندهم كما هو عند الجمهور إلى غروب شمس يوم العيد لكنهم مع ذلك يقولون الأفضل أن لا يؤخره إلى بعد الصلاة خروجا من خلاف من منع ذلك فالمقصود أننا لما نتأمل في علماء الإسلام وهذه مسائل كثيرة لما نأتي ونطالع هذه المسائل نجد أنها مسائل كثيرة يعني علماء الإسلام يقول الأولى أن يفعل كذا فالإنسان يراعي الخلاف ما أمكن ويحاول أنه يعني يحصل على التوافق ويبتعد عن الخلاف وعن إثارة النزاع والأهم والأعظم في ذلك أنه في مسائل الإجتهاد لا يدعوه ذلك إلى المخاصمة وإلى التفسيق وإلى التبديع وإلى المقاطعة وإلى الشحنة وإلى البغضاء بل الإنسان يحرص على الخروج من الخلاف ما أمكن مثلا الآن بالنسبة للوتر الوتر هو مستحب وهو سنه مؤكده وأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى لكن هناك من أوجب الوتر فالإنسان يستحب له أن يحافظ على الوتر مثلا غسل الجمعة نجد أن غسل الجمعة مستحب وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص عليه لكن هناك من قال هو واجب فيحرص الإنسان على أن لا يترك اغتسال الجمعة مثلا بالنسبة لحلي المرأة يعني وقع الخلاف منهم من قال يجب على المرأة أن تخرج زكاة هذا الحلية الذي تتزين به ومن العلماء من قال لا يجب عليها فالإنسان الأفضل له هذه المرأة أن تخرج هذه الزكاة وتخرج من هذا الخلاف هذا هو المقصود أن الإنسان يحرص على الخروج من الخلاف وعلى التوافق وعلى دم الاختلاف ومع ذلك كما قلنا إذا حصل واختار رأيا من الآراء واجتهادا من الاجتهادات أو كلد أحد العلماء المجتهدين فإنه أيضا لا يشنع على القول الآخر ولا يكون ذلك سببا للكطيع والتهاجر والشحن والبغضاء أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفق الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بأحكام ربي وهدي الحبيب جمعنا على إثرها في يقين جمعنا على إثرها في يقين